أدل الأراء والتشاور في إطار من المصارحة لتعزيز الفهم المشترك للقضاة الدولية والإقليمية الرهنة كما أود أن أثني على تقرير الإحاطة المقدمة من رئيسة البنك بانك التنمية الجديد ومصري مجلس عمل بريكس وتعالف سيدات العمل وألية التعاون البنكية بالتجمع وأن أؤكد دعمنا الكامل لعملهم السيدات والسادة تؤمن مصر إيمانا راسخا بعمية تعزيز النظام الدولي وتعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيز الأساسي للإحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمان القوي لحفظ الأمن والسلم الدوليين إلا أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية قد أوضحت بملادع مجال للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أطحى النظام الدولي يتسم بها على حضور الكرام أظهرت التطورات الدولية أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يكتسر فقط على القضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية حيث تعاني الدول النامية من تصعد إشكالية الديون وعدم توفر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض ومن هذا المنطلق نبتل لمصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوري في توفير التمويل المؤثر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث أليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وأليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية أستاذ الحضور أود الإشارة كذلك إلى استضافة نصر في شهر يونيو الماضي الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يهدف إلى التعريف بعمليات البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص ومنقشة أفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس وفي ذلك وذلك في ظل إيماننا بالدور المهم الذي يطلع به بنك التنمية الجديد في توفير التمويل المؤثر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية لا سيما في غطاعات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية ورقمية والتنمية الحضرية أصحاب الجلالة والفخامة أن توسيع ضوية تجمع البريكس ومطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد للأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية ومن هذا المطلق تؤكد نص دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول تجمع دول البريكس وتكسيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة لا سيما تغير المناخ والنفاذ للتمويل المنصر والأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر والجوة والتساع الفجوة الرقمية والمعرفية كما تؤكد مصر همية دفع أطر التعاون في مجالات التسويات المالية بالعملات المحلية والاستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتشين مشروعات اقتصادية والاستثمارية وتنموية مشتركة لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع في تكسيف التعاون بين القطاع الخاص واصحاب الأعمال في الدول الأعضاء باعتبارهم الشركاء الرئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة السيدات والسادة قبل أن أختتم كلمتي أود مرة أخرى تأكيد التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعزيز دوره في إرسال الأمن والاستقرار وزيادة نمو الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته